مالكتب سأسألك مين اللي التطاقة تقلقه في المباراة زيدي من نادي الزمالك انا شايف عبدالله السعيد لو وقف على رجله طبعا ده حاجة عمر جابر انا بحييه جدا بصراحة على الموسم اللي عمله اعتقد احسن العيب في نادي الزمالك في استمرية الاداء هو عمر جابر من وجهة نصر اكتر من زيزو اكتر من زيزو من وجهة نصر عمر جابر على مستوى الاستمرية والاداء الجايد افضل من زيزو افضل العيب في نادي الزمالك مش من زيزو افضل العيب في نادي الزمالك في السنة اللي فاتت دي كلها اللي فاتت كلها العيب يمينش من الشغال بيقدل وظيفة دي او ديها على اكمل وجه حافظ دوره انت يزيد وانت ما يزيدش فالانتاج بتاعه لصالح التين اعلى من زيزو عمر جابر مش كتير مش كتير الناس بتديله حقه بصراحة رغم ان هو بيعمل مجهود خرافي عشان كده بتكلم الناس ببص حليقة كريم يعني مثلا زيزو طبعا حاجة هيلة طبعا لكن مش بالجوان اه اه افر ما جابش اللي هيحصل صحيح لكن انا ببص كوليد انا كانتاج بتاع اللعيب للفرقة ككل انتاج عمر جابر لو مش محطوط او مش بيقد الدور ده هيبقى في مش مشاكل كبيرة جدا جدا سويا لنحة المين او نحة الشمال فهو انا بشوف الانتاجية بتاعته لصالح التيم اعلى واحد في نفس زمال اعلى واحد طيب بعيد بقى عن السوبر خالص الزمالك الفرقة الحالية دي اللي موجودة دلوقتي دي مع التدعمات اللي موجودة اه ادرا على المنافسة في الموسم الجديد اه ادرا ادرا اه اه ادرا بس برضو بشرط يبقى فيه شوية يعني من الجميز يبقى انت لك في جزء جميز ادرا بكويس اه حق المطلوب منه في كونفدرالية اه اه لكن لازم يعني يبقى يعني انا بحس اللي بقى شخصية كوية شوية يعني لازم بحازم شوية لان انا بحس في الملعب في بعض في الفترة من الفترات ان بقى فيه كسر مشوية من بعض اللعيبة بتاعه ده امر طبيعي يعني اه اه بحس اللهم بتدخلش قوي يعني يعني عايزه يبقى اشرص من كده شوية يبقى الشخصية باينة شوية على الخط بكوة شوية يعني لكن هو مدرب كويس مدرب كويس وحافظ امكانيات اللعيبة لكن لازم يقر بقى المنافس اللي هالعب صحيح بعيد عن عملك الاعلامي في نادي الزمالك متشوق للعمل جوا نادي الزمالك في احد الفرق في نادي الزمالك كمدرب ناشئين يا اه لا يعني انا عديت المرهلة دي كان مدرب في الفرق الاول اه طبعا كان متشوق للعمل اتمنى طبعا اه طبعا اتمنى يعني هل انت عتواصل جيد مع عدارة نادي الزمالك الحالية؟ خالص مش بتواصل معهم خالص؟ خالص ولا هما بتواصلوا معاك؟ لا لا يعني لو في حاجة وحد سألني بقول زر كده ما يعني في حد بيكلمك؟ لو لو حد هيكلمني اه اه بالزبط لكن انا بشغل في قناة زمالك وفي الاستوديو وبقول اللي انا شايفه يعني مش اكتر من كده يعني